ومن عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن حكومة الاحتلال المتطرفة تواصل تحديها للعالم من خلال عدوانها المستعري على القطاع وقال الصفدي إن حكومة الاحتلال تقتل فرص السلام وتقود القانون الدولي برمته وتضع العالم أمام مواجهة حقيقية بين حماية قيمه ومبادئه وثوابته وقوانينه أو السماح لهذه الحكومة بفرض همجيتها في المنطقة وتحدث الصفدي عن ضرورة بلورة موقف مشترك يبدأ بوقف العدوان الهمجي على غزة ويرسم الطريقة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وكان للصفدي مشاركة مع وفد اللجنة الوزارية العربية في اجتماع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لبحث وقف الحرب على قطاع غزة وخلال الاجتماع شدد الوزراء العرب على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف المجازر في قطاع غزة والضفة الغربية كما جددوا التأكيد على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس لاحظنا أن هناك تغيراً إيجابياً في المواقف الأوروبية إذا العدوان وإذا ضرورة التحرك بشكل فاعل لحل الصراع بكليته والتحدي الآن هو أن تترجم المواقف فعالاً ما نحتاجه هو فعلاً حقيقياً مؤثراً لأن كل يوم نخسره يسقط فيها المزيد من الضحايا يرتقي العداد أكبر من الفلسطينيين وتتآكل مصداقية القانون الدولي ومصداقية العمل الدولي المشترك ترجمة نانسي قنقر